الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم أحسن الله إليكم ما صحة حديث اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا الحمد لله هذا الكلام لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإنما هو كلام مروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إن صح ذلك عنه ولا أظنه كذلك يصح وكذلك يروى من كلام عبد الله ابن عمر بن العاص كما في زوائد مسند الحارث للإمام الهيثم بلافظ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا وأما مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصح بحال وبناء على ذلك فهذه المسألة لا بد فيها من الوسطية بين تحصيل أمور الدنيا وتحصيل أمور الآخرة كما قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة فالله عز وجل أشاد في كتابه بالصحابة بعبادتهم بركوعهم بسجودهم بتضرعهم بخشوعهم بعبادتهم وهذا مثل مضروب للصحابة في التوراة لأن اليهود أهملوا جانب العبادة فبين الله عز وجل أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يهملوا جانب التعبد كما أهمله اليهود ولما جاء في مثال الصحابة في الإنجيل قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وهذا مثال محسوس مشاهد وهو الزراعة والكد والسعي في تحصيل هذه الدنيا فالصحابة لم تشغلهم عبادتهم عن تحصيل شيء من قوت هذه الدنيا ولم يشغلهم تحصيل قوت هذه الدنيا عن عبادة الله عز وجل وهذه هي الوسطية المطلوبة هذه هي الوسطية المطلوبة فعلى الإنسان أن يجتهد في عبادة الله عز وجل وأن يستشعر أنه ميت وأن أجله قريب وهذا أمر مطلوب لكن في المقابل لا ينبغي له أن يكون معتمدا في رزقه على الناس متكففا للناس واضعا يده اليد السفل دائما يعني تحت أيدي الناس سائلا للناس دائما معرضا زوجته ومعرضا أولاده وأهل بيته لذل السؤال أو للتطلع لما في أيدي الناس فعلى الإنسان أن يكون متزنا في تحصيل أمور الآخرة بالاجتهاد في العبادة وبين تحصيل شيء من هذه الدنيا ما فيه بلغة كما قال الشاعر ويكفيك من دنياك ما فيه بلغة فعشها كفافا فهي شر المصائد وخير من ذلك قول الله عز وجل ولقارون وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا فإذن الوسطية في كل شيء مطلوبة وهي حزام أمان من الوقوع في الإفراط أو التفريط فإذن الخلاصة هذا لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن العبد مأمور بالاجتهاد في العمل للآخرة على الوجه الذي لا يشغله عن تحصيل شيء من المعاشي الذي يكف وجهه وزوجه وأولاده عن تكفف الناس وسؤالهم والله أعلم